رغم ما يعلنه المشاركون فيها من استعدادهم لخوض معركة تستهدف خدمة العراق والعراقيين إلا أن السباق الانتخابي نحو البرلمان يبدو مزدحما بالتحالفات المصلحية الهشة والصراعات التي تغطي المشهد السياسي في العراق بل وتخترق تلك التحالفات نفسها ما ينبئ بانهيار بعضها حتى قبل إجراء الانتخابات في شهر آيار المقبل اللافت فيما يجري من استعدادات للانتخابات القادمة أن ثمت ما يمكن وصفه بغياب البرامج الانتخابية فالساحة السياسية في العراق منشغلة بتحالفات كل من العباد والمالك كما يدور النقاش فيها بشأن جدلية مشاركة ميليشيا الحشد وفرص نجاحهم في السيطرة على المشهد السياسي في العراق بعد الانتخابات بهذه الصورة فإن الانتخابات في العراق يعد لها على وقع التحالفات التي يراها النائب عبدالقهار السامرائي سببا في غياب البرامج الانتخابية لأن التحالفات بينهم أثبتت أن لا وجود برامج سياسية في طبيعة تشكيلها إنما هي وجود ولا أحد يعني أكوفت اجتماع صار بينكم بين أي كتلة أخرى طبعا سؤال إليك والأستاذ أحمد عن برامج سياسية نصفت التحالفات أي برامج سياسية موجودة من جانبه يرى النائب محمد العبدربو أن الانتخابات في العراق لا تعبر بالضرورة عن حال من الديمقراطية وتداول السلطة وإنما تعبر عن تضارب المصالح بين قوى مختلفة داخلية وخارجية جنابك سألت هل نحن في ديمقراطية أم في صراع لا نحن في صراع لحد لا نحن في صراع سياسي صراع لغرض كسب السلطة التنفيذية وكيفية استثرار هذا الفوز فأسلفت لك أنه نعم هناك تأثير خارجي المعركة إذن في حقيقتها صراع بين عدد من الأطراف الداخلية سعيا إلى البقاء في مقاعد السلطة أو العودة إليها وفق سياق تحدده توازنات القوى الخارجية وتأثيرها على الخارطة السياسية القادمة في العراق ترجمة نانسي قنقر